هذا البرنامج برعاية زين مرحب بكم في جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية يانا الطيب عبد الماكت هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا المساء السعودية تعتزم اختراض عشرة مليارات دولار من مصارف أجنبية الكويت ستستعيد إنتاج النفط إلى طبيعته في ثلاثة أيام بعد رفع الإضراب محكمة هولندية تلغي تعويضات بخمسين مليار دولار فرضت على روسيا أهلا بكم من جديد أعلنت السلطات النفطية الكويتية أن عودة الإنتاج إلى مستوياته المعتادة سيتطلب ثلاثة أيام بعد ساعات من أعلان عمال قطاع النفط والغاز تعليق إضرابهم المفتوح الذي بدأ يوم الأحد أنهى عمال قطاع النفط الكويتي الإضراب الذي بدأوه بعد أن استمر ثلاثة أيام إضراب أشار من خلاله إلى أن هدفهم كان إيصال رسالة واضحة بأحقية مطالبهم سعين من خلاله إلى الضغط على الحكومة الكويتية لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه والذي يتضمن هيكلا جديدا للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تسعى الحكومة إلى تطبيقه على العاملين في القطاعات العامة إضراب أدى إلى انخفاض إنتاج الكويت من الخام بنحو النصف ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 3 ملايين برميل كانت الكويت تنتجها بشكل يومي إلا أنه مع انتهاء الإضراب العمالي فإنه من المتوقع أن تستعيد الكويت مستويات الإنتاج السابقة خلال مدة تصل إلى أربعة أيام خبر استعادة الكويت لمستويات إنتاجها النفطي السابقة نزل كالصعقة على أسواق النفط العالمية إذ هبطت العقود الآجرة للنفط بعد خبر إنهاء الإضراب ولا سيما أن هذا الخبر ساهم في إعادة إحياء مخاوف دخمة المعروض النفطي من جديد بعد أن لعب هذا الإضراب الدور الأكبر في كبح الاتجاه النزولي لأسعار النفط وذلك بعد فشل اجتماع الدوحة إنهاء الإضراب في الكويت لن يكون العامل المؤثر بشكل رئيسي على أسواق النفط إذ أن التحديات التي أحاطت بهذه الأسواق وضغطت على أسعار الخام لم تزل مستمرة في تأثيرها إلا أن توقيت هذا الإضراب كان ذا دور كبير في امتصاص صدمة يبدو أن آثارها ستبدأ في الظهور مجددا بعد انتهائه تعتزم شركة برتامين الحكومية للطاقة في أندونيسيا اختيار شريك لمشروع إنشاء مصفات التكرير توبان الذي تقدر قيمته بنحو 12 مليار دولار بنهاية أبل النسان أي بعد نحو شهرين على الموعد المقرر سلفا وتجري شركة مباحثات مع شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وسينوبيك كورب الصينية وشركة البترولة الوطنية الكويتية وروزنفت الروسية واتحاد يضم بيتيتيك بلوبال كيميكل التايلندية وتاي اويل تعتزم السعودية اقتراض 10 مليارات دولار من مصالف أجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العام جراء انخفاض أسعار النفط وفقا لتقرير إحدى وكالات الأنباء العالمية هذا الدين سيكون أول قرض أجنبي منذ 15 عاما للمملكة التي تعتذي صدارة منتجي النفط في العالم وسيكون القرض لمدة خمس سنوات ويتوقع يتم التوقيع عليه قبل نهاية أبريل نيسان 2016 ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية وأمريكية أكدت وزارة العمل السعودية على عزمها تنظيم سوق العمل المحلي بما يساهم في تعزيز توظيف المواطنين وتنظيم العمالة الوافدة في هذا السوق جاء ذلك في ملتقى سوق العمل السعودي إذن في هذا السياق دعونا قبل الترحيب بضيفنا السيد عبد الرحمن الذهبان نائب رئيس أوراكل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وتركيا سيكون هو ضيفنا للتعليق على هذا الموضوع لكن بدءا دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ الحوار من جديد يفتح ملف تنظيم العمالة الوافدة في المملكة والمكان هذه المرة هو ملتقى سوق العمل السعودي هذا السوق الذي كان يعاني من الفوضى كما يرى البعض لكنه تحسن في السنوات الأخيرة بعد أنظمة وزارة العمل الجديدة والتي ساهمت في تنظيم عمل المقيمين في البلاد والذين يتجاوز عددهم التسعة ملايين يوافد لا نريد أن ندخل مع القطاع الخاص في قضية الإلزام ولكن في قضية التشارك كيف نستطيع أن نتشارك مع القطاع الخاص في رسم ليس فقط خريطة توظيف ولكن خريطة تدريب وبالتالي التدريب المؤدي بالنهاية إلى التوظيف التوظيف أيضا المناسب المنتج الذي يستطيع من خلال القطاع الخاص أن يحقق أهدافه ويستطيع أن يبقي على ميزته التنافسية كما ناقش الملتقى تجارب متعددة في إصلاح وتنظيم أسواق العمل الدولية والإقليمية وأهمية ضبط تشريعات بما يحقق توظيفا للسعوديين في القطاع الخاص لا سيما مع عزم الحكومة تقليل معدلات البطالة في البلاد والتي بلغت 11.5% خلال النصف الثاني من 2015 بحسب الهيئة العامة للإحصاء الجهد الذي تبذله غرفة الرياض لتطوير قدرات الكوادر الوطنية وصقلها بالخبرات التدريبية والتأهلية كأحدى الوسائل الساعية لتأهيل العمالة الوطنية لسوق العمل وهي جهود تتواكب مع جهود وزارة العمل ويبقى تحقيق التوازن بين توطين الوظائف وتوفير الكوادر المؤهلة مطلبا حقيقيا لاستمرار أعمال الشركات الخاصة في المملكة يترقب أرباب الأعمال أنظمة وزارة العمل بما لا يؤثر سلبا على نمو شركاتهم واستمراريتها وينظر الباحثون عن العمل إلى الأنظمة الجديدة من زاوية توفير الوظائف لهم في القطاع الخاص وبين النظرتين يأمل الخبراء الاقتصاديون بأن يتم تنظيم سوق العمل السعودي بشكل يوفر مصلحة الجميع عطل الشامريسي أم بي سي عربية الرياض وفي الرياض نبقى مع ضيفي السيد عبد الرحمن الذهبان نائب رئيس أوراكل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وتركيا سيد ذهبان بس الخير وأنا شاكل وجودك معنا دعنا بدءا يا الله يزعد مساك نتحدث عن سوق العمل ومتطلبات السوق يعني هذه المعادلة على بساطتها لكنها بالغة التعقيد كيف تقرؤونها في السعودية؟ ما في شك أن سوق العمل في السعودية يعتبر من أكبر أسواق في المنطقة نظرا إذا ما ذكر معالي الوزير العمل هناك أكثر من 9 مليون عمالة للمملكة 18% منهم فقط سعوديين هذا دليل أن سوق يعتبر جيد سوق قابل إلى معالجة البطالة التي تمثل تقريبا 11% في المملكة ما في شك أن هذا مجال قابل للتطوير وقابل للبحث وقابل الدعم نعم سيد عبد الرحمن دعمنا ننتقل إلى القطاع التقني وقطاع المعلومات وهذا ملعبكم يعني القطاع التعليمي في هذا القطاع وتقنية المعلومات إلى أي مدى هو قادر على سد الفجوة في سوق العمل في المملكة؟ ما في شك قطاع تقنية المعلومات ما هو أكبر القطاعات التي تدعم أي اقتصاد في العالم جميع دول العالم تعتمد على قطاع تقنية المعلومات في المنطقة الشرق الأوسط كان هناك دعم كبير من عدد من الدول وأخذت عدد من المبادرات لنظرنا القطاع السعودي بشكل خاص نرى هناك أكثر من 30 جامعة 30 جامعة التي تمثل تقريبا 90% من عدد الجامعات تقوم بتدريب أو تقدم تخصص قطاع تقنية المعلومات بما يعني تدريب تقريبا أكثر من 70 ألف طالب وطالبة ما في شك الاعتماد على تقنية المعلومات يعتبروا اعتماد أساسي لتطوير أي اقتصاد في أي دول من تلك الدول القطاع تقنية المعلومات أصبح عامل مهم لتطوير الدول الحكومات تعتمد اعتماد كبير على تقنية المعلومات نظرا من تطبيق الحكومة الإلكترونية وبعد كذا سمارت كفرمنت تم تطبيقه بالإضافة إلى التطورات التي تم تحديثها في قطاع تقنية المعلومات نعم جيد يعني إذا سألت السيد عبد الرحمن هل العيب في مخريات التعليم أم سوق العمل أعتقادي هناك فجوة كبيرة بين ما يتطلبوا سوق العمل وما يتم تقديمه من التعليم ما في شك قبل عشر سنوات تقريبا كان هناك فجوة فجوة في السعودية بالذات استحدثت عدد من الجامعات بالذات جامعة الأمير السلطان جامعة الملك فهد جامعة الملك سعود بدت تطبق تواصل مع سوق العمل فأصبح هناك زي مجلس استشاري يتم دراسة متطلبات السوق ما ينفع أن يكون عندك حديث يتخرج غير ملمين بما يتطلبها السوق الفجوة هذه سببت إرباك كبير في الماضي في الفترة الحالية أعتقد أن الفجوة بدت تتقلص لم تتقلص بالشكل المطلوب ولكنها تدريجية بدت توصل للنطاق المتوقع له فالأساس لو رجعنا للسؤال الذي ذكرته أعتقد أن الأساس بيكون بسبب المخرجات في الماضي الذي بدأت تطويرها وبدأت تعديلها في الوقت الحاضر لمواكبة تلك المتطورات وتلك المتطلبات لقطاع تقنية المعلومات جيد ما هي مبادراتكم أنتم؟ يعني دعني أتحدث عنكم أوراكل أنتم ما هي مبادراتكم لسة هذه الفجوة؟ أنتم شركات كبيرة يجب أن تلعبوا دور ماكي شك أوراكل طبعا من كبرى الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات والبرمجيات في السعودية من عشر سنوات بدأنا بتطوير عدد من المبادرات كان أول مبادرة اسمها مبادرة التوظيف نسعى من خلالها إلى خلق وإنشاء ألف وظيفة للكادر النسائي والبنين لقطاع تقنية المعلومات والحمد لله تم تطبيقها من عشر سنوات فاللي كانت بتقدمه أوراكل للمبادرة التوظيف أنه تدريب من غير ما نعينهم إحنا في أوراكل بيكون تعيينهم في المستخدمين تقنية أوراكل سواء في القطاع الحكومي القطاع الخاص أو القطاع المصرفي أو القطاع الاتصالات هذه إحدى المبادرات في مبادرة أخرى الثلاثين جامعة التي تختص بتقنية المعلومات هناك مبادرة أكاديمية أوراكل نسعى من خلالها لتقديم الكفاءات أو التطوير اللغة المستخدمة في برمجيات أوراكل لجميع الطلبة واستفاد منها خلال الخمس سنوات التي راحت أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة وهذا طبعا مردود إيجابي على السوق السعودي بالإضافة إلى نقطة مهمة هناك عدد من المبادرات تم تطبيقها مع عدد من الدول خارج المملكة والآن نحن في صدق تطبيقها مع المملكة اللي هي مبادرات تسعى إلى نسميها الكباسيتي بنسعى وتطويرها إلى تطوير الكفاءات الوطنية بشقية البنين والبنات بتسد الفجوة في السوق وهذه طبعا دورات تدريبية بتقدمها أوراكل بشكل مباشر أوراكل بتستثمر تقريبا جزء من المبلغ اللي بيتم تقديمه من 40 إلى 50 في المئة والجزء الآخر بيتحمل للقطاع الآخر وعادة أن المبادرات هذه بيتم تفيدها مع الحكومات ونحن الآن بصدد دراستها مع وزارة العمل ومع وزارة تقنية المعلومات بشكل خاص نعم سيد عبد الرحمن كيف ترى أفاق قطاع تقنية المعلومات في المملكة والتكنولوجيا كما وكيفا؟ قطاع تقنية المعلومات من أكبر قطاعات في المستوى العالم ويعتبر أكثر من أكثر القطاعات المتغيرة بشكل سريع الرذم عنده جدا سريع جدا عالي الآن نحن نتكلم عن الحوسم السحابية الحوسم السحابية لها تأثير كبير على القطاع الخاص أو قطاع الحكومي جميع القطاعات تسعى تطبيق تقنية المعلومات بأهداف معينة أهم أهداف الآن التي تطلبها السوق نظرا للركود الاقتصادي على المستوى العالم منظرا تأثير إسعار البترول على المستوى المنطقة وبالمملكة بشكل خاص يتطلب وجود مبادرات باستخدام التقنية لتقليص التكلفة المبادرات التي تقدمها أوراكل تدعم الحوسم السحابية التي من شأنها تقليص التكاليف على القطاع تقليص التكاليف بحيث يكون التركيز الأسمى إلى دعم القطاع الشغال فيه سواء كان قطاع مصرفي أو خاص أو حكومي أي استثمارات تتم في ذلك المجال وأي مردود أو تأثير على قطاع تقنية المعلومات بيتم تطبيقه بإدارة شركة زي أوراكل باستخدام الحوسم السحابية اللي اعتبر أن هذا أكبر طفل في تاريخ تقنية المعلومات خلال 40 سنة الماضية أنا أشكرك السيد عبد الرحمن الذهبان نائب رئيس أوراكل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وتركيا كنت معي من الحاضرة السعودية الرياض شكرا جزيلا لك لازلتم تتابعون جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية فيها بعض الفاصل نعمل يعني مزايدات وأن المزايدات السنوية اللي بنعملها هذه بنقدر بنقول أن احنا بنستهدف قطاع البترول المصري سيطرح ثلاث مزايدات عالمية خلال العام الجاري تابعونا بعض الفاصل موسيقى مرحب بكم من جديد أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية المهندس طارق الملة أن قطاع البترول سيطرح ثلاث مزايدات عالمية خلال العام الجاري للبحث عن البترول والغاز في 27 منطقة على أن يتم طرح 11 منطقة منها قبل نهاية إبريل الحالي نحن بنعمل مزايدات وأن المزايدات السنوية اللي بنعملها دي بنقدر نقول أن نحن بنستهدف تعاقدات لكن بالنسبة للسلسامرات وده نرجع تاني نقوله أن نحن نقدر نقول أن نحن نتكلم من 25 ل 30 مليار دولار في خلال السنتين ونص الجيين دول إن شاء الله وطبعا نحن نقول الكلام بنبالغ فيه أنتم عارفين أن نحن نشتغل مع إني الإيطالية في ظهر ونشتغل مع شركة بي بي في مشروع شمال إسكندرية وأتول وبالتالي دول واحدهم مع الدين إلى 20 مليار بخلاف استثمارات أخرى معهم ومع شركات أخرى كثيرة شغالة معنا لكن يمكن الوقت أننا نقول كل التفاصيل بتاعتها لكن نستعد في حدوث 25 مليار دولار استثمارات لقطاع البترول أعلنت شركة سيمانتكا المتخصصة في الحلول الأمنية المعلوماتية عن نتائج الإصدار الذي يسلط الضوء على عمل مجرمي الإنترنت اليوم كجماعات تتبنى أفضل الممارسات وتقوم بتأسيس شركات تتبع أساليب محترفة بهدف زيادة التأثير السلبي لهجماتها الإلكترونية على الشركات والأفراد وقد تغير ترتيب دولة الإمارات فيما يتعلق بتعرضها لتهديدات أمنية إلكترونية خلال 2015 بشكل سريع حيث حلت الدولة في المرتبة الحادية والأربعين بعد أن كانت في المركز التاسع والأربعين خلال عام 2014 أرحب بضيفتي هنا في الأستوديو السيدة ريان هزيمي مديرة علاقات المؤسسات في سيمانتك في منطقة الخليج سيدة ريان مساء الخير ونشاكل لوجودك معنا والحقيقة أعجبني التوصيف يعني مجرمي الإنترنت هكذا من الآخر كانوا يسموا بالقراصنة وإلى ما ذلك يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها هؤلاء مجرمين حدثين أولا على ماذا يركز القراصنة أو المجرمين في هجماتهم ما هي الأساليب التي يتبعونها ما هي سلوكياتهم عم نلاحظ أنه الهاكز أو المطرقين الأمنيين عم بيزي عم بيكونوا عملياتهم مبتكرة أكثر وأكثر يعني عم يزيد الذكاء اللي عم يستعملوه بالأساليب اللي عم يستخدموها كرميل الهاكين بالماضي كنا عم نحكي على برامج خبيثة عم نحكي يمكن على إيميل بقاله برنامج خبيث من خلاله يتم التصييد للشخص واختراق مثلا الحاسوب أو وصولنا إلى الشركة اللي بيتشغل غيرها وغيرها اليوم عم نشوف أساليب مبتكرة أكثر وأكثر مثلا شفنا اليوم في تزايد في أسلوب معين اسمه الرانسموير أو هو التشفير للمعلومات على الحاسوب الإلكتروني هيدا عم نشوف مثلا تزايد مهول فيها 35% عم نسوى العالم إذا اتخذنا دولة الإمارات عم نشوف تزايد بنسمة 44% يعني مثل هيدا مثلا أنا اليوم على اللابتوب طبعي فجأة بيصني إيميل أنه تم التشفير ومقابل فدية يمكن قدر يستحصل على المعلومات هذا الشيء طبعا أنه بالضرورة هذي شيء حيثير غير بهذه الأساليب نشوف أساليب أخرى وأخرى حاب لو هون نوه أنه الهاكر ما أنه شخص وهمي هو شخص مثلي مثلك وليك بيشغل بالشركة عنده عنده دوام عمل عنده عطل وعنده كمان طريقة كلمة أنه يقيس أنه نسبة النجاح بالعملات اللي عم يقوم فيها هو خطر حقيقي ومحضق فينا كأفراد أو كعاملين لدى شركات جيد وبعطينا في الصور على ذكر الإمارات دولة الإمارات يعني انتقلت من المرتبة التاسعة والأربعين إلى المرتبة الحادي والأربعين هذا ليس تقدم بمعنى أنها أصبحت أكثر استهدافا لماذا في رأيك لأي مدى صارت هي مغرية خاصة أنها صارت واحدة مراكز الأعمال المهمة حتى على مستوى العالم لا شك أن من دولة الإمارات العربية المتحدة هي أصلا هي مكانة تحت المكانة كثير أصبحتك سبيشل في المستوى الخليج خصوصا نحن لدينا اليوم كيفي بلديز على البروتباند كثير كبيرة فهذا شي أنه بيحث أنه الهاكز أنه يستخدموا أنه يستخدموها كرمال أنه يشنوا هجمات سواء من الداخل أو أنه يستهد أفراد أو شركات عاملين لديها خاصة أنه هم تستقبل كثير من المستثمرين بسبب كثير أشياء بسبب الاقتصاد المزهر واللي عم ينمو سنة على سنة وخاصة كمان بالأشياء اللي عم يتقوم فيها الدولة فيما يختص بمثلا المدينة الذكية وغيرها فكل هدول العوامل بتخلي أنه دولة الإمارات خصبة لكمال عمليات الاختراقات لأنه الدولة غنية جيد سيد ريان تحدثينا لا نريد أن نسمي الشركات بمسمياتها ولكن لا شك في أن السجل حافل بعمليات اختراقات كبيرة وضخمة كيف تتم هذه الاختراقات لشركات كبيرة على من تقع المزئولية في التقصير إلى أي مدى الأفراد العاديين أحيانا من الممكن أن يكونوا ثغرة ربما للقراصين إذا نحكي على القطاعات التي هي عرضة لأكثر من غيرها بالاختراقات الأمنية نحكي إذا كمان على مستوى الدولة لإمارات نحكي مثلا على القطاعات المصرفية التأمين وغيرها هذول القطاعات عم تكون عرضة أكثر من غيرها ولكن ما بيننا قطاعات أخرى أنها تكون بزيت الخطر بهاد الكطاعات حابة اليوم أقول أنه اليوم بش بالضرورة أنه كرميل يتم اختراق شركة يتكون هي الهدف الأول اليوم مثل ما ذكرنا وقلنا الهاكرز عم يكونوا مبتكرين أكثر كرميل يدعو يوصلوا مفتغاههم ممكن يستعملوا الترك زبدك إن دايريكت للوصول المفتغى الأخير مباشرة صحيح فممكن مثلا يتم استهداف فرد معين من خلال مثلا الجهاز الموبايل يتم خرق هذا الموبايل ومن خلاله وجود نقطة إلى هذه الشركة الذي يعمل لها طريقة أخرى لإستهداف هذه الشركة هي إستهداف شركة أخرى صغيرة الحجم وبحيث أن صغيرة الحجم يمكن الأشخاص العاملين لديها ما يكون في عندهم الوعي اللازم كلمة يقدروا هنا يستثمروا بالمنى التحتية وإستراتيجية أمنية جيدة فيتم خرق هذه الشركة الصغيرة بغية الوصول إلى الشركة الكبيرة التي تأخذ مثلا خدمة من هذه الشركة بالنسبة للمسؤولية على منطقة المسؤولية تقع على الشركة طبعا هذه زبدك هذا شيء مسلم به ولكن المسؤولية بحد ذاتها هي مسؤولية مشتركة بين الفرد الذي يعمل لهذه الشركة والشركة يعني أنا اليوم كشخص عامل لازم انتبه على نفسي على معلوماتي على حسوبة شخصي على التليفون كلمة نفسي كلمة أنا وأصدقائي اللي يمكن أنا عنده معلومات تختص فيهم وعائلتي وأبنائي وبزيت الطريقة لازم يكون حريص على معلوماتي الشركة اللي عم تعمل معها بشكل يومي صحيح هذه الشركات التي يتم اختراقها لا نرحص في العادة أنها تصرح بذلك ربما لإحتبارات تخص الشركة بمعنى أنها لا تريد أن تتعرض سمعاتها ربما للخطر أو ثقة المتعاملين إلى أي مدى مثل هذه السلوكيات قد تضر بالمزألة برمتها يعني أحيانا ومع فارق المسأل أحيانا في قضايا الاختصاب مثلا كثير من الأسر تتحفظ وتسكت خوفا من الفضيح إلى أي مدى هذا السلوك من قبل الشركات التي تخترق يؤثر سلبا على التصدي للقراصنة نقدر الخسائر مثلا في دولة الإمارات أو الدولة الغارة على مستوى الخليج العربي بسبب هذا الموضوع ولكن اليوم النظرة المختر للأمنة لازم تكون تتغير مبطلت مسألة أنه أنا محمية صار الخرق الإلكتروني يعني شيء يعني مش هين بس ممكن يصير فالاستعدات تبع الشركة أن تقدر أن هي يكون عندها تدابير اللازمة لما هذا شيء يصير أن تكون حاضرة تقدر أن هي قد ما فيها تزغر الإمتاك هذا الموضوع وتكون هي حاضرة هذا الموضوع كل ما سهلت علي أن تقدر تزغر الخسار قد ما فيها فهون هذه مسألة أنه ثقافة يعني كيف التعاون مع الموضوع صحيح أنه هي أكيد سيكون في عندها ضرر على الصمعة وغيرها ولكن اليوم بدنا نقيس أن الصمعة مهمة ولكن الاستمرارية بالعمل أهم فكل ما نحن قدرنا نستثمر بالبنى التحتية وكمان بالتدابير اللي لنحطاب بهذهب أمور كل ما كان أفضل جميل جيد الشركات الحماية والحلول الأمنية هي بمثابة الشرطي وخطة دفاع صحيح عن الشركات تزداد مهارات الهاكرز وقدراتهم وفي المقابل تزداد أيضا مهام هذه الشركات حدثيني عن آخر ما وصلتم إليه في الحماية التقنية والتكنولوجية بإجازة وتكرمتي يعني أخ طيب تعرفون مثل لعبة الفقر والقط يعني كل ما كان مختارة الإلكترونية عم بيكون ذكي في التعامل بالاختراقات الأمنية وعم بيستخدم أساليب مبتكرة في الاختراق نفس الشيء الشركات اللي تعنى بالأمن الإلكتروني مثل السيمانتيك عم تكون بالمرصاد يعني نحنا اليوم ما عم نكون إعدين يعني دائما نحنا عم نبتكر بالأساليب وعم نكون نحنا كمان يعني عارفين ونشأن الطرق اللي ممكن يفوت منها كما نستطيع نبتكر أساليب لنسد هذه الثغارات سواء على الموصد والموبايل أو سواء على الموصد واليوم الكلاود اللي عم تكون اليوم في تزايد مستمر بالاعتماد من خلال الشركات أو الأفراد أو الحواسيب وغيرها وغيرها شركات مثل السيمانتيك موجودة كما تكون للموصد المجرمين الإلكترونيين والتعامل اليوم سواء على الموصد الشركات في القطاع الخاص أو العام واجب علينا لحماية الأمن الدولة والأفراد صحيح واجب على الدول أيضا أن لا تستكين أن دولة الإمارات ترد على طريقتها الخاصة وستستخدم بدل الواي فاي اللاي فاي باحتبارها الدولة الأولى في العالم لمزيد من التقنية ومزيد من التجهيزات ربما لصد كل هذه لصد هذا الخطر أنا أشكرك السيدة ريان هزيمة مديرة العلاقات المؤسسات في شركة سيمانتك في منطقة الخليج شكرا جزيلا لك شكرا لك وأخيرا ألغت محكمة هولندية تعويضات بقيمة 50 مليار دولار كان يفترض أن تدفعها روسيا إلى مساهمين سابقين في الشركة النفطية الروسية يوكوس التي أفلست ورفضت محكمة منطقة لاهاي قرارات محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي معتبرة أنها لا تتمتع بصلاحية لذلك لم يعد الاتحاد الروسي ملزما بدبع التعويضات للأطراف وستندت محكمة التحكيم الدائمة في حكمها على الاتفاقية على ميثاق الطاقة التي تحمل استثمارات الدولية في مشاريع الطاقة أشكر حسن متابعتكم لجلسة الأعمال تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج منتج هذه الجولة علي فتوح مخرجها عمر البطارس إلى لقاء هذا البرنامج برعاية زين اشتركوا في القناة